موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية موبيليس أينما كنتم مرحبا بكم مشاهدينا في مواعد النشرة الجوية لطلع لكم من قناتكم الجزائرية إذن نبدأ نشرتنا الجوية بهذه الصورة لولاية تيكستا إذن هذه الولاية هي منطقة سياحية بامتياز إذن الوضعية الجوية مع المساء بحول الله ستكون الجو رح يكون مغيم نترقبوا تساقط بعض الأمطار درجة الحرارة تراوح من 31 تلحق إلى 32 درجة بعد الظاهرة إذن المشاهدين الكرام نرح نشوفوا الوضعية الجوية لناها اليوم إذن الجو رح يكون صافي بحول الله على الجزائر العاصمة وضوحيها كذلك عن المناطق الشرقية للوطن إذن بعض الغيوم رح تكون بحول الله مع المساء على وهر ومستغانم بالنسبة للمناطق الداخلية الجو في المجملية رح يكون صافي إذن مع المساء بحول الله نترقبوا بعض السحب العابرة على الهضاب العليا مناطق الوسطى حتى الغربية إذن مشاهدين الكرام زوابع رمية رح تكون في الموعد الحدر مطلوب مشاهدين الكرام هذه زوابع رمية رح تكون بحول الله على منطقة الوعد بالنسبة للمناطق الصحرابية مشاهدين الكرام الجو في المجملية رح يكون جميل والشمس ستكون في الموعد إذن مشاهدين الكرام بالنسبة لدرجات الحرارة لسجناها لنهر اليوم إذن تلحق 30 درجة على الجزائر العاصمة وضوحيها نفس المقياس على وهر ومستغانم تلحق 33 درجة على عنبا والقالة إذن من 38 درجة حتى 43 درجة كأعلى مقياس على المناطق الداخلية إذن درجات الحرارة رح تكون بحول الله في تزايد مستمر على المناطق الداخلية إذن نلحضر مطلوب مشاهدين الكرام بالنسبة لمنطقة الهضاب العليا 39 درجة على باريكة خنشلس طيف وآريس إذن 33 درجة حتى 39 درجة على البيض مشرية وأنعامة 43 درجة على منطقة الصورة 45 درجة على غردايا إذن تلحق 48 درجة على ورقلة وحسيم سعود إذن تم تسجيل 40 درجة على ابن عباس وتبل بالا تلحق 130 درجة بيتندوف بالنسبة لوسط الصحراء مشاهدين الكرام تم تسجيل 47 درجة من 39 درجة حتى 40 درجة على الهوغار والتسلي 45 درجة إذن مشاهدين الكرام على المناطق الشرقية المناطق الصحراء بزا 46 درجة بأقصى الجنوب إذن تم تسجيل كأعلى مقياس 48 درجة على منطقة أدرار بالنسبة لحالة البحر مشاهدين الكرام لناهر اليوم إذن البحر في مجمل لها رح يكون من هذا إلى قليل استراب إلى مضطرب ورح يكون قليل استراب بحول الله على سواحل القالة وكذلك على سواحل دلس أما مضطرب من دلس إلى تلس وينتلحق سرعة الرياح 35 كم في الساعة ورح يكون هادئ بحول الله على سواحل العوانة وينتلحق سرعة الرياح 15 كم في الساعة إذن اتجاه التعريح بحول الله رح تكون من الشمال الشرقية على طول الشريط الساحلين طوي ونشراتنا الجوية مشاهدين الكرام كالعادة بالموعد الفلكي للشرق وغروب الشمس اليوم الأربعاء 31 جولي 2019 إذن الشرق على الجزاء العاصمة وضواحها رح يكون على الساعة 55 دقيقة صباحا أما الغروب بحول الله على الجزاء العاصمة وضواحها رح يكون على الساعة 58 دقيقة مساء بقية متابعة الشيقة مع برامجنا مشاهدين الكرام قوالا خير تهلا وفرحتكم مبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية مبيليس أينما كنتم ترجمة نانسي قنقر